قبل بس ما استطرت كده في الحلقة أو اتكلم في الحلقة على الجميع ان يعرف ان هذه قناة النادي الاهلي فاحنا بنتكلم باسم النادي الاهلي ومع ذلك اعتقد ان انتوا بتشهدوا ان احنا ما خرجنا ابدا ولا حنخرج عن الناس لانه اذا كان الاهلي اشتهرة بالمبادئ وبالقيم وبالتقاليد في الملعب فكل ما يمت للاهلي بصلة هو نفس الامر احنا بقى هنا في القناة ناس في اللعبات الاخرى ناس في الادارات المختلفة هو ده النادي الاهلي لكن انا بتكلم باسم النادي الاهلي لان في قناة النادي الاهلي فمش محتاج قوي ان انا اروح بقى اتكلم على الاخرين بالتفخيم والتبجيل والتمجيد لكن لو في حاجة كويسة طبعا حاولها ده طبيعي لكن بارجع فكرك وفكر نفسي نحن قناة النادي الاهلي بناخد اخبار كل الاندي والبعض زي اللي قالك انت بتقول اخبار النادي الفلاني ليه والاخبار النادي الفلاني العلاني ليه لانه حق المعرفة ده اساسي ان انت تعرفه انه تقالك لكن حق البقى التقييم والاشادة والتحليل هو حق لمشاهد النادي الاهلي في قناة وفي قناة النادي الاهلي لكن كل الاحترام لكل الاندية وكل المشاهدين بمختلف انتماءاتهم ابدا مش حنيجي على حد ابدا مش حنتجاهل حد لكن حندي فرقتنا حقها او حندي لفرقنا حقها حندي للمجموعة النادي الاهلي حقهم اللي يستهلوه يعني اذا كان الاهلي بيفوز ببطولة افرقيا لكرة اليد وكتير بيتجاهلوه هنا لازم ادي له حق اذا كان الاهلي بيتصدر دوري كرة القدم النسائية بعد اربع اسابيع باربع انتصارات منهم انتصار في المباراة الاولى على الزمالك والناس بتتجاهل احنا ندي له حق اذا كان الاهلي بيبدأ الموسم بانتصارات وفي مختلف اللعبات ياخد حقه بطولات عديدة وكثيرة وانتصارات كبيرة حق النادي الاهلي طب اذا الاهلي مش هياخد حقه هنا هياخد حقه فين مين اللي هيدي له حقه يعني لانه البعض قولك ايه شبير مطلوب منك الحيادية انا بتكلم باسم النادي الاهلي انا فقناة النادي الاهلي ده حق النادي الاهلي انت تقول مطلوب منك انك ما ما تغلطش في حد ما تتجاوز في حق حد ده طبيعي وده الاساس على فكرة سواء هنا او في اي حتة تانية دي بس لانه البعض زعلان او يقولك السنتة يعني ايه بتقول اخبار الاهلي اكتر من لازم تب اقول اخبار مين المفروض اقول اخبار مين حضرتك مفروض وخلي بالك كلما بيكون فيه خطأ بننطق ولما عملنا استولي تحليلي كان فيه انتقاط فني لانه ده حق اصيل يعني فده امر طبيعي يعني احنا مش من ناس اللي طول النهار مش عارف شغالين لا 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 لو فيه اخطاء بنقولها بنقولها بنضحها بس بمنتهى الحب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الاحترام